وقعت عليها نعم الله يبارك فيك نحن عندما نتحدث في العجاز العددي نتكلم عن عدد السور 114 سورة وكل سورة لها رقم عدد الآيات 6136 آية في القرآن وكل آية لها رقم نتكلم عن عدد الكلمات وكل كلمة لها تكرار ومعين في القرآن الكريم ونتكلم عن عدد الحروف وكل حرف له قيمة وله تكرار الآن فيما يخص زاوية الكلمات نحن نجد عن طريق اللابتوب إذا كان تصورة واضحة للجماهير بأن كلمة الحر وردت في القرآن الكريم كله أربع مرات نعم العجيب أن عكس الحر البرد في القرآن الكريم أيضا أربع مرات كلمة أخرى كلمة الطيب في القرآن وردت سبع مرات نعم وما يناقض الطيب الخبيث في القرآن أيضا سبع مرات لاحظ خوي الشرزاد إذا كانت التكرارات كلمتين ثلاثة خمسة عشر في القرآن الكريم فالأمر قابل التكرار في أي كتاب آخر ولكن إذا الكلمات ليست بالعشرات ولا حتى بالمئة بل بالآلاف من أصل 77 ألف كلمة في القرآن الكريم عندها نقول أن هذه التكرارات عبارة عن ظاهرة تظهر في القرآن الكريم كلمة الرجل في القرآن الكريم قد وردت 24 مرة عكس المرأة أيضا في القرآن الكريم 24 مرة كلمة الإيمان وردت في القرآن الكريم 25 مرة كلمة الكفر في القرآن الكريم أيضا 25 مرة كلمة الزراعة في القرآن 14 كلمة الحرثة في القرآن 14 وكلمة الفاكهة في القرآن أيضا 14 كلمة شجر 26 كلمة النبات 26 تجد خويش شرزاد بين الكلمات القرآنية يعني تظهر بميزان غير طبيع جدا على هذا الأساس دعنا نسألك سؤال أيضا للسادة المستمعين والمشاهدين كلمة الأعمى في القرآن ثمان مرات وكلمة عكس الأعمى البصير في القرآن لا لم تكن ثمانية بل تسعة مرات هذا السؤال وجه طيب خلنا نشوف كلمة الظلمات في القرآن 14 عكس الظلمات النور في القرآن 14 لا 13 هذا السؤال وجه طيب ليش يعني إذا كان الفرق بين كلمتين المتضادتين والله هذه 15 والثانية 40 أوكي لها حكمة أخرى ولكن أن تكون 13-14 ثمانة تسعة هل هناك حكمة؟ أنا أريد أن أصل بأن القرآن كريم والإعجاز العديد ليس فقط منجر التكرارات الآن تشوفنا الأعمى في القرآن ثمانية والبصير تسعة الظلمات 14 والنور 13 لماذا هناك فرق؟ الإجابة موجودة في سورة الرعد هذه الإجابة قال هل يستوي الأعمى والبصير؟ أم هل تستوي الظلمات والنور؟ لا ولا حتى في التكرارات القرآنية لا يستوى ولا حتى في التكرارات فبالتالي أن الدلائل القرآنية في أعداد الكلمات ليست فقط منجرة الرياضيات هنا وهناك فهذه فقط بعض الأمثلة حول موضوع التكرارات المتعلقة بالك